السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي طلاب الصف الثالث الابتدائي في درس جديد من دروس مادة الرياضيات درسنا لهذا اليوم الدرس الخامس من الوحدة الحادية عشر بعنوان قياس حجم السائل الجزء الأول أهداف الدرس سنتعلم في هذا الفيديو استعمال الوحدات القياسية لقياس أحجام السوائل والآن أبنائي الطلاب لنفتح الكتاب على صفحة رقم 321 على مسألة أحل وأشارك أستعمل وعاء مدرجا سعته واحد لتر لقياس سعة الأوعية الستة الأخرى أسجل قياساتي في جدول ثم أرتبها من الحجم الأصغر إلى الأكبر لنقم بتحليل هذه المسألة من خلال الإجابة على مجموعة من الأسئلة نبدأ بالسؤال الأول ما المطلوب منك فعله؟ أحسنتم رائعون أن أستعمل وعاء مدرجا سعته واحد لتر لقياس سعة الأوعية الستة الأخرى لدينا ستة أوعية وأن أسجل قياساتي في جدول ثم أرتب من الحجم الأصغر إلى الأكبر ننتقل الآن إلى السؤال التالي كيف ستسجل النتائج؟ أحسنتم مبدعون يمكنني إعداد جدول يعرض نوع الوعاء والسعة السؤال التالي ما الخطوة الأولى التي يمكنك القيام بها؟ أحسنتم مبدعون يمكنني البدء بإفراغ الماء الموجود في أوعية مدرجة سعتها واحد لتر في أحد الأوعية الستة ثم أسجل عدد اللترات التي قمت بإفراغها من الوعاء المدرج في ذلك الوعاء الذي ملأته بالكامل السؤال التالي كيف تساعدك علامات التدريج على الوعاء على القياس بدقة أكبر؟ أحسنتم رائعون تساعدني على القياس لأقرب مئة ميلي لتر حيث يكون التدريج مئة ميلي لتر مئتان ميلي لتر ثلاثة مئة ميلي لتر ويستمر حتى أصل إلى تسعة مئة ميلي لتر وألف ميلي لتر وهي تساوي الواحد لتر أكون دقيقا عند القياس باستعمال وعاء مدرج سعته واحد لتر يمكنني القياس لأقرب مئة ميلي لتر والآن ابناء الطلاب جاء دوركم أوقف الفيديو حل هذا التدريب ثم أكمل الفيديو بعد إنهائك الحل كيف كانت حلولكم؟ أنتم رائعون والآن سيقوم كل من أحمد وعلي بعرض إجابته علينا تفضلي أحمد السلام عليكم فقد قمت بحل هذه المسألة بداية وضعت جدورا يحتوي على نوع الوعاء وعلى القياس وبدأت بالوعاء الأول وهو قدر للطبخ وقمت بقياس سعته فوجدت أنها تساوي ثلاثة لترات ثم بعد ذلك انتقلت إلى الوعاء التالي وهو رشة الماء قمت بقياس سعتها فوجدت أنها تساوي مئتان ميلي لتر ثم بعد ذلك انتقلت إلى الوعاء التالي وهو الكوب فقمت بقياس سعة الكوب فوجدت أنها تساوي مئة ثم بعد ذلك انتقلت إلى الوعاء التالي وهو الكاس ولكني لما قم بقياس سعة الكاس فتركتها فارغة ثم بعد ذلك قمت بقياس سعة الدلو فوجدت أنها تساوي عشرة ثم بعد ذلك انتقلت إلى الوعاء الأخير وهو زجاجة الماء فقمت بقياس سعتها فوجدت أنها تساوي واحد لتر ما رأيكم بحلي؟ أشكرك على هذه المحاولة يا أحمد نلاحظ عزيزي الطلاب رتب أحمد الأوعية في قائمة إلى أن بعض قياساته غير صحيحة كما أنه لم يرتب الأوعية من الأصغر إلى الأكبر والآن جاء دورك يا علي تفضل يا بني السلام عليكم بداية لقد قمت بوضع جدول يحتوي على نوع الوعاء وعلى القياس وبدأت بالوعاء الأول وهو الكوب فقمت بقياس سعة الكوب وذلك من خلال إضافة الماء إلى الكوب حتى امتلأ ووجدت أن سعته تساوي 200 ملي لتر ثم بعد ذلك انتقلت إلى الوعاء التالي وهو الكاس فقمت بأفراغ الماء داخل الكاس فوجدت أن سعته تساوي 300 ملي لتر ثم بعد ذلك انتقلت إلى الوعاء التالي وهو زجاجة مرشة الماء فقمت بقياسها ووجدت أن قياسه يساوي 1 لتر ثم بعد ذلك انتقلت إلى الوعاء التالي وهو مرشة الماء فوجدت أن سعتها تساوي 4 لترات بعد ذلك انتقلت إلى الوعاء التالي وهو قدر للطبخ فقمت بقياس سعة هذا القدر من خلال إضافة الماء إلى القدر حتى امتلأ فوجدت أن سعته تساوي 5 لترات ثم بعد ذلك انتقلت إلى الوعاء الأخير وهو الدلو فقمت بقياس سعة هذا الدلو من خلال إفراغ الماء بداخله فوجدت أن سعة هذا الدلو تساوي 10 لترات ما رأيكم بحلي؟ أشكرك على هذا الحل الرائع يا علي نلاحظ عزائي بأنه سجل علي قياسات الأوعية بدقة ورتب الأحجام من الأصغر إلى الأكبر هذا يعني أن إجابة علي هي إجابة صحية يمكن قياس السعة باستعمال المل اللتر واللتر إذا كنت تعرف سعة وعاء فيمكنك استعمال هذه المعلومة لقياس سعة وعاء آخر والآن أبنائي الطلاب لننتقل إلى الصفحة التالية إلى صفحة رقم 322 السؤال الأساس كيف أوقيس السعة؟ سنجيب عن هذا السؤال من خلال المثال التالي المثال الأساس ينظف خالد حوض السمك الخاص به ويريد أن يعرف كمية الماء التي يحتاج إليها لإعادة مل الحوض كيف يمكنه إيجاد سعة حوض السمك والآن يا أبطال لنقم بتحليل هذه المسألة سويا ماذا ينظف خالد؟ أحسنتم رائعون ينظف خالد حوض السمك الخاص به وماذا يريد أن يعرف؟ أحسنتم يريد أن يعرف كمية الماء التي يحتاج إليها لإعادة مل الحوض وما المطلوب منها في هذه المسألة يا أبطال؟ وما المطلوب من هذه المسألة؟ أحسنتم رائعون كيف يمكنه إيجاد سعة حوض السمك؟ على خالد أن يكون دقيقا في قياس سعة حوض السمك ننتقل الآن إلى الجزئية الثانية من المثال وهي الحل أصب الماء من حوض السمك الممتلئ في الوعاء الذي سعته واحد لتر من المفيد الاحتفاظ بسجل القياسات التي تم إجراؤها حتى الآن قمنا بملء كوب واحد فأدون الرقم واحد أفرغ الوعاء وأكرر العملية حتى يصبح حوض السمك فارغا قمنا حتى الآن بملء وعاءين فأدون الرقم اثنان أكرر نفس العملية حتى الآن قمنا بملء ثلاثة أوعية فأدون الرقم ثلاثة أكرر العملية مرة أخرى حتى الآن قمنا بملء أربعة من الأوعية فأدون الرقم أربعة أكرر نفس العملية حتى الآن تم ملء خمسة من الأوعية فأدون الرقم خمسة الآن وقد أصبح حوض السمك فارغا أكون قد انتهيت من عملية القياس تم ملء الوعاء الذي سعته واحد لتر خمسة مرات هذا يعني أن سعة حوض السمك يساوي خمسة لترات إذن كمية الماء التي يحتاج إليها خالد لعادة ملء الحوض تساوي خمسة لترات ننتقل الآن إلى صفحة رقم ثلاثمائة واثنان وعشرون إلى مسألة أقنعني أنقذ وأبرر يقول جاسم أعتقد أن الأفضل إيجاد قياس حوض السمك باستعمال الملي لتر هل هو على صواب؟ الآن يا أبطال ماذا يقول جاسم؟ أحسنتم مبدعون أعتقد أن الأفضل إيجاد قياس حوض السمك باستعمال الملي لترات ومن المطلوب من هذه المسألة؟ رائعون أن نحدد أل إذا كان على صواب أم لا؟ جاء دوركم يا أبطال الآن أوقف الفيديو حل هذا التدريب ثم أكمل الفيديو بعد إنهائك الحل كيف كانت حلولكم؟ أنتم مبدعون هيا بنا لنحل هذا التمرين معا يملأ حوض السمك الوعاء الذي سعته لتر واحد خمسة مرات كاملة لذلك من الأفضل استعمال خمسة لتر بدلا من خمسة آلاف ملي لتر لأن القياس باللتر عدده الكلي أصغر إذا كان القياس أقل من لتر واحد كامل فعندئذ يجب استعمال الملي لتر نعود الآن إلى السؤال الأساس كيف أقيس السعة؟ لقياس السعة هناك عدة خطوات أقوم بإتباعها الخطوة الأولى أملأ الوعاء الذي أريد قياس سعته بالماء الخطوة الثانية أحضر وعاء مدرجا سعته واحد لتر الخطوة الثالثة أفرغ الوعاء الذي أريد قياس سعته في الوعاء المدرج الذي سعته واحد لتر الخطوة الرابعة أستخدم التدريج لقياس سعة الوعاء المرات قياس سعته نلاحظ التدريج المدود على الوعاء عزائي الطلاب هو 100 ملي لتر 200 ملي ملي لتر 300 ملي لتر 400 ملي لتر ونستمر هكذا حتى نصل إلى التدريج الأخير وهو 1000 ملي لتر ويساوي الواحد لتر نلاحظ عزائي الطلاب أن سطح الماء العلوي عند الـ 400 ملي لتر هذا يعني أن سعة الوعاء تساوي 400 ملي لتر إن علامات التدريج الموجودة على أوعية سعتها واحد لتر تساعدنا على قياس السعة بدقة أكبر ننتقل الآن إلى صفحة رقم 323 إلى مثال آخر عندما يكون جزء فقط من الوعاء الذي سعته واحد لتر مملوءا أستعمل الملي لترات نريد قياس سعة هذا الكوب فنقوم بملئه بالماء وإفراق كمية الماء الموجودة فيه داخل الوعاء المدرج الذي سعته واحد لتر ثم بعد ذلك أقوم بتدوين التدريج الموجود على الوعاء وهو 100 ملي لتر 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 أي واحد لتر نلاحظ عزيزي الطلاب أن سطح الماء العلوي عند الثلاثمائة ملي لتر هذا يعني أن سعة الكوب تساوي ثلاثمائة ملي لتر لدينا أيضا وعاء آخر عندما قمنا بملئه بالماء وإفراغه في أوعية سعة كل واحد منها واحد لتر ملأ الوعاء وعائين كاملين من الأوعية التي سعتها واحد لتر البيعاء الأول هو واحد لتر البيعاء الثاني واحد لتر والبيعاء الثالث 500 ملي لتر إذن سعة القدر تساوي 2 لتر و500 ملي لتر والآن ننتقل إلى تدرب موجه أعبر عن فهمي السؤال رقم واحد أستعمل الأدوات المناسبة أوجد وعاء أعتقد أن سعته أقل من واحد لتر وأقيس سعته إذن المطلوب منك عزيزي الطالب أن توجد وعاء تعتقد أن سعته أقل من واحد لتر وأنتقيس سعته الآن جاء دورك عزيزي الطالب أوقف هذا الفيديو حل التدريب ثم أكمل الفيديو بعد إنهائك الحل كيف كانت حلولكم؟ أنتم مبدعون والآن هيا لنحل هذا التمرين معا لقد قمت بإحضار هذا الكوب لكي أقيس سعته ملأته بالماء ثم أفرقت الماء الموجودة داخله داخل الوعاء الذي سعته واحد لتر ثم بعد ذلك قمت بكتابة التدريج الموجود على الوعاء مئة مئتان ثلاثمائة أربعمائة خمسمائة ستمائة سبعمائة ثمانمائة تسعمائة وألف ملي لتر أي واحد لتر لاحظت أن سطح الماء العلوي عند الأربعمائة ملي لتر إذن سعة الكوب تساوي أربعمائة ملي لتر وهي أقل من واحد لتر ننتقل الآن إلى التمرين الثاني ما سعة كوبين مثل الكوب المذكور في المثال أعلى إذن ما المطلوب منا في هذه المسألة يا أبطال أحسنتم رائعون أن نوجد سعة كوبين مثل الكوب المذكور في المثال السابق وهو ثلاثمائة ملي لتر جاء دوركم يا أبطال أوقف الفيديو حل هذا التدريب ثم أكمل الفيديو بعد إنهائك الحل أيها المبدعون أعلم أنكم قمتم بحل هذه المسألة بشكل صحيح والآن لنتأكد من الإجابة معا بداية سعة الكوبين تساوي ثلاثمائة ملي لتر زائد ثلاثمائة ملي لتر وهذا يساوي نعم صحيح أحسنتم ستمائة ملي لتر إذن سعة الكوبين تساوي ستمائة ملي لتر ننتقل الآن إلى تدرب موجه أطبق فهمي ما إجمالي السعة الممثلة في كل صورة التمرين الثالث والتمرين الرابع إذن ما هو المطلوب من الآن يا أبطال أحسنتم رائعون أن نجد إجمالي السعة الممثلة في كل صورة جاء دوركم يا أبطال أوقف الفيديو حل التدريبات ثم أكمل الفيديو بعد إنهائك الحل كيف كانت حلولكم؟ أنتم مبدعون والآن لنقم بحل هذه التمرينات معا ولنبدأ بالتمرين الثالث نلاحظ أن الوعاء الأول يحتوي على لتر واحد من الماء كذلك الأمر بالنسبة للوعاء الثاني وهو يحتوي أيضا على لتر واحد من الماء وكذلك الأمر بالنسبة للوعاء الثالث والوعاء الرابع فكل منهما يحتوي على لتر واحد من الماء أربعة ضرب واحد يساوي أربعة إذن إجمالي السعة يساوي أربعة لترات ننتقل الآن إلى التمرين الرابع لدينا الوعاء الأول يحتوي على لتر واحد من الماء أما الوعاء الثاني نلاحظ أنه يحتوي على ستمائة ميلي لتر من الماء هذا يعني أن إجمالي السعة واحد لتر وستمائة ميلي لتر تأكد عزيزي الطالب أن إجاباتك كانت صحيحة على التمرينات السابقة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو هذا اليوم أشكر لكم حسن متابعتكم والاهتمام على أمل أن ألقاكم في فيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة